أعتقد أنها لن تستجيب لنصح المرجع الشيعي السستاني على اعتبار أن هذه الفصائل المسلحة من ناحية المرجعية العقائدية هي تتبع المرشد الإيراني لذلك تجد من أن كلام السيد السستاني هو يعد من باب النصح وليس من باب الفتوى لذلك أنا أتصور من أن الفصائل المسلحة ستستمر بالالتزام أولا بوحدة الساحات وأيضا استخدام الجغرافية العراقية كجغرافية بديلة للإسناد من خلال القصف أو حتى كجزء من الرد المنتظر أنا أتصور أنه حتى البيانات التي صدرت تتوقع أن تكون جزء من هذا الرد المنتظر كيف هل بالفعل إيران ممكن أن تقدم كما ذكرت بعض التقارير على الرد انطلاقا من الأراضي العراقية طبيعة التقارير ذاتها أشارت إلى وصول صواريخ وطائرات مسيرة منذ العام 2018 إيران تتحضر إلى رد معقد مثل ما أشرت قبل قليل في مقدمة الخبر ولذلك هذا الرد إمكانية أن تفعل إيران الجغرافيات البديلة يعني على ابتداء العراق سوريا جنوب لبنان هذا أمر وارد جدا خصوصا وأن الفصائل المسلحة العراقية لديها أسلحة متطورة بشكل كبير جدا هذا أولا الأمر الآخر هو جزء من المباغة والمناورة التي قد تعتمدها إيران على اعتبار أن طبيعة الحضور الأمريكي في المنطقة من خلال وصول طائرات بي 52 وأيضا الاستعدادات في بعض القواعد الأمريكية يتيح إلى إيران بالتحديد أن تستخدم الجغرافية البديلة لذلك قد لا يكون كل الرد الإيراني منطلق من الجغرافية العراقية لكن أنا أتوقع أن يكون بما نسبته 30% من هذه الجغرافية البديلة طيب دكتور إحسان كان طوال الفترة الماضية دائما يقال بأن جبهة الإسناد من الأراضي والجغرافية العراقية غير أن يكون هناك رد إيراني من الأراضي العراقية وكان هناك استبعاد لهكذا موضوع يتعلق بطورية العراق وأن إيران لا تريد ذلك وطورية هذه الحكومة إلى أي مدى أيضا هذا قائم الآن دكتور إحسان يعني في فترات ماضية يمكن أن ننضي مع هذه الفرضية التي طرحتها أو حتى التي سارت عليها إيران إلى حد ما لكن طبيعة الهجمات الدورية التي تقوم بها الفصائل المسلحة هي ورطت إيران أضف إلى ذلك بعض قادة هذه الفصائل تحدثوا من أن قرار الحرب تمتلكه هذه الفصائل بمعزل عن الحكومة العراقية أضف إلى ذلك إيران الآن تعتقد أن الأمور وصلت إلى الحد التي يمكن أن تخوض فيها حرب الوجود إذا ما اعتمدت إسرائيل إمكانيات جديدة ومن ثم لا أعتقد أن إيران ستعمل على تحييد الجغرافية العراقية بقدر ما أنها سوف تستخدم هذه الجغرافية مع الجغرافية السورية وحتى جنوب لبنان أو حتى الجغرافية اليمنية لغرض زيادة الضغط وأيضا كثافة في النيران لذلك أنا أعتقد أن الأمور تغيرت بشكل كبير جدا بالشكل الذي يمكن أن يستخدم كل الإمكانيات الإيرانية فيها حلفاها في هذه الجغرافيات وهنا دكتور إحسان كانت الحكومة العراقية تمكنت في فترة ما من تحقيق هكذا هدنة مع الفصائل فيما يتعلق بهذه الاستهدافات للمصالح الأمريكية أو القواعد الأمريكية في العراق حتى الآن الحكومة العراقية لا تستطيع يعني حتى مستشار السوداني كان يتحدث على أن هناك حوارات داخلية مباشرة وغير مباشرة لتجنيب العراق والنأي بالعراق عن أي تصعيد مقبل وبالتالي لماذا لا تتمكن الحكومة العراقية من التحكم في هكذا فصائل أو حتى بالحديث مع تهران في هذا الأمر من خلال المبعثين الذين ذهبوا إلى تهران هو حديث مستمر يعني حتى هناك معلومات عن زيارات سرية رفعة جدا قام بها بعض المسؤولين العراقيين إلى إيران ولم يتم الإعلان عنها لكنها فشلت بإقناع الإيرانيين هذه الفصائل هي تعتمد على طبيعة الرأي أو طبيعة القرار الإيراني هم لا يتحدثون عن وجود خصوصية لقرار الحكومة العراقية أو الدولة العراقية بشكل عام لكنهم ينظرون بما تقرره إيراني يعني وفق مرة أخرى أقول بناء العقاعد طبيعة المواجهة لا تزال أيديولوجيتهم مركزة على مناهضة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لذلك هم لا يضعوا في حساباتهم هذا الموضوع أضف إلى ذلك الحكومة العراقية ستاذة إنجي هي شكلت من هذه الفصائل المسلحة ولذلك الحاضنة السياسية للحكومة أنا أعتقد هي الأزمة بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي هل يستطيع أن يفتح جبهة سياسية مع هذه الفصائل أنا أتصور أنه أمر مستبعد ولذلك عملية التأثير تبدو ضعيفة جدا ومحدودة نعم نجحت في فترات سابقة لأن الصراع لم يكن في مستوى كبير جدا لكن الآن نتحدث ما يمكن أن تذهب إلى حرب مفتوحة بين طهران من جهة وتل أبيب من جهة أخرى وهذا الرد سيكون قبل تنصيب الرئيس الأمريكي بحسب هذه التصريحات الإيرانية وهذه التهديدات والتواعد الإيراني بالرد دكتور إحسان فيما يتعلق بالحكومة العراقية التي طالما مارست هذه السياسة المتوازنة ما بين تهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مدى هناك أيضا ضمانات أو شبه وعود من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استهداف إسرائيل للأراضي العراقية وبرأيك أيضا ماذا سيكون بنك الأهداف لدى إسرائيل في العراق؟ من الصعوبة الآن أن تضمن الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية أن تجنب العراق هذه الضربات الإسرائيلية على اعتبار أن هناك تصريحات أمريكية أصلا أو رسائل رسمية وصلت إلى تهران من أن أمريكا لن تستطيع أن تضمن مستويات الرد هذا من جانب الرد الإسرائيل تجاه إيران الجانب الآخر من وجهة نظري أن استخدام الجغرافية العراقية بالتالي سيضع هذه الفصائل في مرمى الاستهداف وهناك حديث إسرائيلي على وجود بنك أهداف كبيرة أنا أعتقد أن الرد الإسرائيلي سيكون بثلاثة مستويات يعني أقل حدة هو استهداف مخازن أسلحة ومقرات المستوى الثاني هو قد ينطلق كرد إسرائيل اتجاه هذه الفصائل العراقية تستهدف مقرات سيطرة ومخازن أسلحة مع عملية اغتيالات مشابهة لما جرى لنصر الله والمستوى الثالث أنا أعتقد هو الأصعب هو الممازجة ما بين الأهداف لهذه الفصائل المسلحة والمؤسسات المدنية خصوصا وأن هناك حديث حول استهداف بعض هذه المؤسسات التابعة للدولة العراقية كهرباء ومنشأة نفط ولذلك هناك حالة سيكون له آثار كبيرة جدا على الشعب العراقي وهذا بالفعل ما يتم تبحثه داخل العراق وهذا الاستنفار أو الترقب لمثل هكذا استهداف أشكرك جزيل الشكر من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشماري شكرا لك